ومناسبة الكبير الشيء بالشيء يذكر لانه الحقيقة المجهودات والتضحيات لا تقل العملية الرائعة اللي حصلت امبارح من قواتنا المسلحة في سينة والصد بتاع يوم الحد حد اه الحد اول امبارح ما نقول اول امبارح الصد للهجوم الارهابي على احد الارتجازات الامنية في شمال سينة الحقيقة كمان دي عملية ممتازة تدل على اليقظة والصحيان والانتباه والتضحية والفداء اللي بتقوم بي كمان جنودنا من القوات المسلحة في اطار عملية التطهير والحماية والامن وترسيخ الاستقرار في سينة طبعا سقط شهداء مصابين حسب الصفحة بتاعة المتحدة العسكري اللي هي القواتنا المسلحة تام الرفاعي اللي قدام حضراتكم الصورة منها واللي قال ان فيه سبعة اتنين ضباط وخمسة من الجنود ما بين قتيل وشهيد وما بين شهيد ومصاب واستطاعوا ان هم يقتلوا حداشر ارهابي كانوا بيقوموا بالهجوم على الارتكاز الامني والتخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية والحمد لله عشرة ولا احداشر عشرة ارهابيين تم التعامل مع عشرة ارهابيين وتم قتلهم بالاضافة الى التعامل مع عربية دفعة رباعي كمان كل الشكر كل التقدير لقوات المسلحة والكلام اللي انا قلته من شوية كله عشان ما عيدوش بس كله على وزارة الداخلية وتحديدا قوات مكافحة الارهاب اللي بيرموا نفسهم في النار خدوه كده كوبي بيست وحطوه على اخواتنا واشقائنا وابطالنا من ابطال مصر في القوات المسلحة خصوصا اللي بيعملوا في سينا واللي بيعملوا في ظروف صعبة جدا واللي كمان كل واحد منهم مشروع شهيد وهو عارف وراضي هو عارف وراضي لان زي ما قلت لكم التضحية اختيار وابطالنا في الشرطة وابطالنا في القوات المسلحة اختاروا ان هم يبقوا مشروع شهداء اختاروا ان هم يبقوا ابطال في الدنيا وفي الاخرى شكرا 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 لهم